أهلاً فيكم برج الميزان في قناتي سنشوف توقعاتك العاطفية طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن تنطبق عليك القراءة فترة أطول من أسبوعين ممكن من أسبوعين إلى شهر أو حتى أكثر فالوضع بيختلف من شخص إلى آخر ولكن اليوم سنشوف توقعاتك العاطفية القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن في ممكن يكون بالفيديو رسالة أو إشي معين أنت ممكن تحس إنه طاقته بتشابهك فاخد من الفيديو الإشي اللي بتحسها إيجابية أو بتختمك وترك الإشي الباقية لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر رح نشوف طاقتك طاقتك الحالية طاقة الحبيب الحالية أيضا وشو ممكن يكون سبب الخلافات أو النزاعات بينكم بالوقت الحالي سبب المشاكل الإنفصال هيك يعني ورح نشوف خطواتكم في المستقبل أنت والحبيب وأيضا شو مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب رح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الموزان في عندك في عندك شخص حاليا عم شوفك عم تستني خبر منه أو عم تحس ب عم ترفض عروض حب من أشخاص معينة أو ممكن مساحة قلبك الداخلية في الوقت الحالي أنت مغلق عليها أو مش عم مش عم تحكي فيها لأنه عم شوفك رافض الحب ولكن بنفس الوقت عم تستنى رسالة أو خبر معين من شخص شخص أنت بتعتبره أو بتعتبره رفيق درب عم شوف البعض منكم عم تراقب هالشخص من بعيد أو على السوشال ميديا عم تشوف أنه بدك بدك تتقدم مع هالشخص أو بدك علاقتك مع هالشخص تتطور ولكن بنفس الوقت البعض منكم شاكن وممكن هالشخص يكون فيه معه أطراف أخرى أو موجود معه شخص آخر أو هو بعلاقة أخرى هون والبعض منكم عم يقرر أنه فقط تلتزم بالصمت حالياً أو ما تحكي أو ما تعبر ولكن عم شوفك عم تحلم بهالشخص كتير أو عم تسرح بهالشخص كتير طيب هاي بالنسبة للبعض منكم للبعض منكم ممكن أنت تكون محدود أمام اختيار حالياً بين شخصين أو بين بين طريقين معينين بحياتك في البعض منكم عم يحاول يوصل إلى استنتاج أنه هل تضل مع هالشخص بالمرحلة اللي أنت فيها حالياً أو تتقدم إلى الأمام لأنه هالكارت أيضاً يحكي عن عن اختيار معين أو أنك تحتاج تختار اختيار معين طيب بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك حالياً عم شوف عم شوف في كتير من الأمور المغلوطة بطاقة هالشخص ممكن يكون عالق بأفكار ومعتقدات وأوهام غير حقيقية لأنه لسبب ما هالشخص عم يشوف أنه هو مظلوم سواء كان بالتواصل معك أو بالعلاقة تبعتكم أو بشكل عام هالشخص بيشوف أنه انظلم من نوع بإشي معين عم يحس أنه في حدا انغدر منه وعالق حالياً أو ممكن يكون الحكي مش صحيح لأنه هالكرت أيضاً مع هالكرت وهالكرت بيحكي لي أنه أنه هالشخص ممكن يكون أغلب الأفكار هاي هي فقط في مخيلته يعني أنت عم تتعامل مع شخص في عنده وفي عنده توتر وفي عنده قلق وفي عنده خوف دائماً في عنده مشكلة بالثقة بالناس دائماً بيحس أنه الأشخاص اللي حواليه ممكن تجرحه بطريقة معينة أو دائماً بيحس أنه برغم أنه ممكن تكون الأمور صحيحة أو لا أو الاشي اللي عم بيحس فيها حالياً ممكن تكون صارت أو لا لأنه هالشخص بالنسبة له بيعتبرها حقيقية يعني هو مش تمثيل بيعتبرها حقيقية لأنه عنده يعني هالشخص عم يحس بوجع هالاشي يعني ممكن يكون فيه مخيلته ولكن بالنسبة له بيشوف أنه أغلب هالأوهام حقيقة بالنسبة له بيحس بيوجعها وعم يمر بتغيرات هالشخص حالياً بشخصيته عم شوف أيضاً أنه ما بين البدايات الجديدة بالحب وما بين شخص بحياته بيعتبره سول ميت في كتير أفكار مغلوطة بتحتاج إلى التوضيح ولكن مش عم يصير فيها توضيح لأنه الطرفين بيهالعلاقة مش عم يحكوا مع بعض كل طرف داير ظهروا إلى الشخص الآخر فما بين إنه يمضي ببداية جديدة وبين الحب اللي عم يحس فيه حالياً أو شخص بيعتبره سول ميت هالشخص عم يحس إنه إنه مظلم نوع ما ممكن يكون حالياً مش عم يفكر بطريقة صحيحة طيب بالنسبة لشو ممكن يكون سبب المشاكل بينكم أو سبب الخلافات بينكم عم شوف عم شوف في طاقة متهورة بينكم في طرف رافض الحب هالكرت هو نفس هالكرت فممكن تكون إنه هالطرف اللي عم ترفض إنك تقبل من هالشخص عرض حب أو تسمح للتواصل بينكم أو المشاعر بينكم إنها تكبر لأنه فيه هون الطاقة المشتركة بينكم فيه زعل فمبين إنه لا أنت مرتاح وأيضاً الشريك مش مرتاح فيه طاقة أيضاً بينكم متهورة أو سريعة بمعنى إنه ممكن التواصل بينكم يصير بسرعة وينتهي بسرعة أو دائماً أنت وهالشخص بتفوتوا على حياة بعض بطريقة غير متوقعة أو بطريقة الشخص الآخر ما بيتوقعها فبتسبب نوع من من اللخبطة أو التشوش همشوف أيضاً إنه إن البعض منكم إن البعض منكم أنت وهالشخص فيه فرق بالسن عمشوف هون فيه شخص أكبر من الشخص الآخر وفيه فيه طرف عم يحاول إنه يستخدم طاقة الجذب بهالعلاقة إنه يجذب الطرف الآخر وممكن يتطرق إلى أساليب مش كتير منيحة لأنه هالكارتين مع بعض ثلاثة ركوت مع بعض بيورجوا إنه فيه شخص بده بده يكون هو القوي أو هو اللي يحمل مصدر القوة بالعلاقة ولكن ممكن تكون بطرق يعني مش نظيفة أو بالأصح أو يعني هالكارت مع هالكارت فيه مثل الهوس بالسلطة أو بالسيطرة أو فيه شخص ما عنده أي استعداد إنه يتنازل بهالعلاقة أو يكسر الشخصية اللي هو فانيها لحاله ولكن من جوه عم شوف إنه برضو مش مرتاح هالشخص سواء كان انت اللي عم تساوي هاي الطاقة تبعتك أو هالشخص ولكن بما إنه مشتركة فانبين إنه انت وهالشخص آآ وكأنه ند بند حاليا انتو كأنه في بينكم مثل مش حرب ولكن في بينكم مثل النزاع اللي عم تتواجهوا انت وهو فيه ند بند ولكن النتيجة بالآخر هي يعني خسارتكم هون لأنه هاد عم يستخدم جميع القوات اللي عنده الكويسة واللي مش كويسة وأيضا هالطرف عم يستخدم جميع المعرفة تبعته الكويسة والمش كويسة فهذا هو سبب أو واحد من الأسباب اللي عم تؤدي إلى خلافات بينكم بالعلاقة سعر يا حبابي أطعت الكاميرا معي خلينا نشوف توقعاتك أو خطواتك في المستقبل نشوف كورج الميزان بالمستقبل انت عم تدور على أشخاص بيشابهك بالشخصية أو عم تدور على شخص معين يكون يشابهك بالشخصية عم شوف الحب في تركيز لقيله بالمستقبل ولكن أيضا مركز كتير على وضعك المادي وممكن أيضا المستقبل وضعك المادي يكون مسبب لك نوع من التوتر لأنه عم شوفك عم تشتغل على مشروع معين أو شي معين عم ياخد منك مجهود كتير عالي ولكن عم تحس انه الحمل زاد عليك بالمستقبل ممكن أيضا البعض منكم عم يركز على وضعه المادي بالمستقبل لأنه بيشوف انه مهم من أجل علاقة كل ناجحة بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه أو حتى أي شخص جديد عم شوفك عم تطمح عم تدور على الاستقرار المادي أكتر وأيضا عم تدور على أشخاص بيشابهوك بالشخصية أو عم تدور على مجموعة أشخاص تحس معهم انه 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 بتفهمهم وهم بيفهموك أيضا عم شوفه ولكن أكتر إشي الأوراق اللي إجت عندك بيه المستقبل أغلبها أوراق مادية ممكن أيضا يكون في عندك أو تحس انه الحمل زاد عليك لأنه تحس عم تحس انه شخص الآخر ما في ما في تعاون من طرفه أو عم تحس انه انت اللي عم تحط أغلبية المجهود بالعلاقة اللي انت فيها وبالنسبة لخطوات الحبيب أو الشريك في المستقبل عم شوف عم شوف هالشخص ممكن يكون عاطفي أكتر منك أو ممكن يكون من النوع اللي بيحل بيحل مشاكله بطريقة عاطفية أكتر أو بيستخدم العاطفة أكتر بيحل مشاكله عم شوف هم شوف هالشخص بالمستقبل في عنده ارتراف أو حكي معين بده يحكي له إلك ولكن هم شوفه أيضا في شخص عندك بيئة المستقبل أو هالشخص بيئة المستقبل التواصل بينكم إذا فيه التواصل رح يكون مش مش صادق أو فيه تناقض شوي لأنه هالشخص عم شوفه كتير مشوش وعالق بين عالق بين شخصيتين أو بين وضعين ولسبب ما عم يحس أنه هو مربط أو عم يحس أنه بده يظهر الطفل الداخلي بالعلاقة أو بده العلاقة تكون عفوية معك ولكن بنفس الوقت عم شوف أنه باني أسوار كتير حوله هالشخص وفيه سيوف كتير حوله والسبب الرئيسي بالحالة اللي هو فيها أنه هالشخص عاطفي كتير عم شوف أنه بالمستقبل بده يتعلم يوازن بين المنطقية وبين العواطف لأنه ممكن يكون ممكن يكون برج مائي أو برج ناري لأنه عم شوف شخص متهور أو شخص متقلب بالأصح يعني مش متهور باتخاذ قراراته ولكن ممكن يكون متقلب المساج أكثر بالنسبة لتعقدكم في المستقبل هم شوف هون فيه شخص عم يفكر بالرحيل من هالعلاقة بالمستقبل أو فيه بينكم لأنه طاقة مشتركة البعض منكم ممكن يفكر أنه ياخد وقت مستقطع بالعلاقة من أجل أنه كل طرف يشتغل على حاله وأيضا كل طرف يستشفي هون لأنه عم شوف بالمستقبل أنت بحاجة إلى إلى فترة نقاها من هالعلاقة أو إلى مساحة أكبر بينكم لحتى أنت تحل أمورك الشخصية وأيضا هالشخص يحل أموره الشخصية عم شوف أنه التواصل بينك وبين هالشخص أو بينك وبين هالشخص عم تحسوا أنه فيه حمل عليكم بالمستقبل وبحاجة أنكم تاخدوا وقت مستقطع تاخد أنت وهو وقت مستقطع عم شوفوا عم شوفوا لكن الانفصال بينك وبين هالشخص رح يسبب خيبة أمل لبعض منكم لأنه فيه بينكم فيه بينكم بتحسوا أنه التواصل بينكم قوي ممكن أيضا يكون فيه طرف معتمد على الطرف الآخر أكتر أو عاطفيا معتمد على الشخص الآخر أو الطرف الآخر أكتر فممكن يكون فيه عندكم أو مشكلة بأنه الطرفين يكونوا معتمدين على حالهم بهالتواصل يعني فيه شخص كتير معتمد على الطرف الآخر يعني عم شوف فيه شخص مستقل أكتر وفيه شخصة بيحتاجوا الطرف الآخر أكتر طيب بنا نشوف شو ممكن يكون فيه رسائل من الحبيب اللي بده يوجهها للك هالشخص طيب خلينا نشوف شو رسائل اللي هالشخص بده يحكيها للك أو ممكن يكون فيه عنده صعوبة بأنه يحكيها للك فهالشخص فيه عنده تشوش بمشاعره أو فيه عنده صعوبة بالتعبير بشو هو بيحس تجاهك أو تجاه هالعلاقة أو تجاه التواصل فالتواصل عم يسبب له نوع من التشوش فهالشخص بهالفترة بيحس أنه بيحتاج إلى فقط بيحتاج منك أنك ترسله طاقة إيجابية أو تدعي لهالشخص لأنه مبين أنه الأمور اللي هو عم يحاول يحلها ويشتغل عليها أمور خاصة فيه فهالشخص إذا في بينكم سوشال ميديا عم يراقبك فيها أو حتى بالحياة الحقيقية كلا الحالتين هالشخص عم يتابع أخبارك فهالشخص ممكن يكون جرحك بالماضي وبدو يحكي لك أنه يتأسف من أي وجع أنت عم تختبره حاليا سواء كان منه أو سواء كان من أشخاص قديمة في حياتك فهالشخص عم يخطط لأشي معين وبيحتاج بيتطلب منه وقت أو بيحتاج منك أنه يكون في عندك صبر لأنه في خطة برأسه أو في اشي عم يخطط لإله هالشخص ولكن ممكن لسه عم يشتغل عليه حاليا أو لسه عم يحاول أنه يحبك الخطة أو ممكن إذا أنتو مش عم تتواصلوا ممكن هالشخص يكون عم يخطط مشان هيك عم يراقبك بالسوشيل ميديا عم يخطط إنه يتواصل معك طيب آخر إشي بنا نسحب كروت للنصيحة حتى نشوف كيف ممكن تستخدم أنت من الوضع فبالنسبة له موليد برج الميزان في إنت مع هالشخص كان في وضع كتير مترك أو كنت متلخبط بشأن موضوع معين مع هالشخص ولكن في المستقبل رح تتوضح لإلك بعض الأمور في حقيقة رح تكشف لإلك بشأن هالشخص ودي اختلف من شخص لآخر شو رح تكون نوعية هالحقيقة ولكن في حقيقة رح تظهر بحياة هالشخص أنت رح تكتشفها أو رح تسمع فيها أو رح تعرفها سواء من هالشخص أو من أشخاص أخرى وبالمستقبل إذا أنت نحطيت أمام أمام وضع بتحتاج إنك تختار فيه أو أمام طريقين لأنه هون هالكارت بيحكي لك إنه فيه أمور مع هالشخص أو بهالعلاقة أنت كنت عم بتحطها على الجنب أو عم تتجنب إنك تتعامل معها ولكن رح تنحط بوضع إنه لابد من إنك تختار آآ قرار بهالتواصل أو مع هالشخص فبدا تطلب المساعدة من الله لحتى يرشدك باتخاذ القرار الصحيح أيضا البعض منكم في تغيير رح يصير تغيير بوضع إيجابي والبعض منكم اللي كان عم يدعي بشأن هالشخص أو بشأن هالتواصل والعلاقة مع بعض في تقدم رح يصير سواء كان مع هالشخص أو سواء للبعض منكم اللي رح يقرر يترك هالشخص من أجل علاقة جديدة أو من أجل طريق جديد ولكن بدك توثق بخطواتك أو باختياراتك بالمستقل أحبابي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك و كومنت شير و سبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا